لو ما كنت ممثل إيش كنت حتكون؟ كان نفسي أبقى طيار عشان أسفر بلدان كتيرة لكن أنا لما بقيت ممثل سفرت بلدان كتيرة برضو برضو صح دور صرت لما أنتمشي في الشارع بعده الناس صارت تعرفك صارت تعرفني طبعا لما اشتغلت أول حاجة اللي هو كانت دالي مع أستاذ نور الشريف الناس صارت تعرفني أيه هل تؤمن بالصداقة بين المرأة والرجل؟ آآ ممكن آآ لو سألنا زوجتك الفنانة كندا علوش عن أصعب شيء في شخصيتك إيش هتقول؟ لا لا مفيش أي حاجة صعبة في شخصيتك لا 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 هاتو كندا على التليفون هاتيها على التليفون هاتيها هاتيها ما ترديش هكيندا لا هي بالزبط بالزبط يلا أعطيني الحجيجة لا مفيش والله أنا شخصيتي كويسة جدا مثالي نعم ايه يا أستاذة أنا بقولك الحقيقة أنت عايزة نكدب اسألي كندا هتلاقيه بتقولك والله شخصية مثالية لا أدري أعديها الصراحة بس طيب أوكي يعني ممكن يبقى عندي ساعات لما بصحة من النوم بحبش أتكلم لمدة ساعة أوكي هي بس هي تعودت على الموضوع ده خلاص بقى كبس طيب يلا بدأ الخير يهل أوكي في شي تاني لا خلاص أوكي طيب إيش استفدت من دراستك الجامعية للقانون إني بقيت بعرف أقرأ عقودي كويس قوي آه طيب برضو فكرة كويسة كم تعطي نفسك من عشرة شكليا واحد من عشرة حركات التواضع دي بصي أنا ضد فكرة أن الإنسان يقيم نفسه ولا يقيم نجاحه ولا يقيم شكله قبل فهيتة تقول أنه هي تقيم نفسها وتكافئ نفسها قبل فهيتة دي في حتة تانية دي بتنافس يسرة لكنها بعيدة عننا أوكي فواحد يعني أنا كنت كلم شوية مع نفسك تلاتة كويسين طيب يلا فإن أنا نفسك تمثل عمل معها اشتغلت مع ناس كتيرة بحبهم صح بس كده أحد لا ما مثلت معه ونفسك أنا كنت نفس أمثل مع يسرة ومثلت معه في شئه أوكي فيعني ده تمام بالنسبه أوكي طب ممكن تختار أحد حتى ترى بخارج مصر مثلا هولوود يعني؟ مثلا إذا بتحب آه في هولوود يسرة طيب خلاص أوكي ويسرة مبسوطة طبعا يسرة جسب تضحك في الكواليس طيب شيء أهلك عملوا معاك وقررت أنك ما تعملوا مع أولادك أو العكس مثلا أهلك ما عملوا وأنت بتعملوا لا أهلي عملوا معايا تقريبا بالضبط بعملوا مع عيالي لأن تربية أهلي طلعت إنسان كويس قوي لا كمية المديح اللي بيعملها نفسه من شوية قلتلك طوالة لا 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 أنا بشكر في تربية أهلي بش بشكر في نفسي اللي هي أنت نتاجها الحمد لله لكن أنا الحقيقة أبوي وأمي أبوي الله رحمه وأمي ربنا يديها الصحر من أعظم الناس يعني فأنا بقى بعمل مع أولادي اللي هم عملوا معي أوكي طيب